اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار الاقتصاد من الميادين الى العنوين وبد لبناني يبحث في طهران افاق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بعد ما دمرها العدوان الاسرائيلي مصانع غزة من دون قطع تبديل ومواده اولية بفعل الحصار ومزاجية الاحتلال وفي النشرة ايضا تركيا تصعد موقفها وتلوح بفرض عقوبات اقتصادية مضادة على موسكو اهلا بكم وفض اقتصادي لبناني برئاسة وزير المال علي حسن خيل يزور العاصمة الايرانية طهران لبحث افاق التعاون وزيادة التبادل التجاري بين طهران وبيروت لقاءات متعددة اسفرت عن اتفاق الطرفين على تشكيل فرق عمل لصياغة مقترحات تعرض في اعمال اللجنة المشتركة المقرر عقدها بداية العام المقبل نور الدين الدغير والتفاصيل من طهران لم تعد ايران ساحة سباق للاقتصادات الكبرى الحالف اللبناني جاء يبحث عن نصيبه من السوق الايرانية بعد العقوبة فنصيبه الحالي لا يتجاوز 3 مليون دولار فيما الميزان الاجمالي للتجارة الايرانية اللبنانية يصل 50 مليون دولار العلاقات جيدة بين البلدين والشعبين لكن مستوى العلاقات لا يزال متباعدا بين ما يريده القطاع الخاص والحكومات هناك امكانات كبيرة لدى القطاع الخاص في البلدين تؤثر في مستوى العلاقات الاقتصادية بينهما رقم المليار دولار كحجم تبادل اقتصادي مطروح على اجندة البلدين ربما العقوبات سابقا اوقفته لكن حاليا تتسرع الخطوات نحو ذلك الهدف يسعى الطرفان الان الى تفعيل اتفاقيات سابقة تشمل القوانين الضريبية والجمركية والتجارة الترجحية هناك الكثير من القضايا المشتركة التي تم بحثها اليوم تعكس رغبة في تطوير الاتفاقيات المعقودة بين البلدين واعادة مراجعتها بالشكل الذي يرفع مستوى هذه العلاقات الى ما نطمح اليه تفقنا على تشكيل فرق عمل من المسؤولين المعنيين في البلدين وقبل نعقاد اللجنة المشتركة العليا قريبا تكون الفرق قد توصلت الى نتائج عملية يتم التوقيع عليها في اللجنة طموح تعاون ايراني لبناني قد يشمل مجالات الطاقة والخدمات الهندسية والصناعات الغذائية والزراعية لكن قبل كل ذلك فالبلدان يبحثان عن ايجاد خط نقل مباشر كمرحلة اساسية لتبدأ عجلة التبادل التجاري بالدوران لبنان الواقع ضمن اهتمامات ايران السياسية يدخل حيز الاهتمامات الاقتصادية وعبرها ربما يفكر الطرفان في غزو اسواق اقليمية ودولية عبر علامات تجارية مشتركة يكون فيها لبنان بوابة ايران التجارية الى الخارج نوردين طغير طهران الميادين تستانف شركة ايرفرونس للطيران رحلتها بين باريس وطهران اعتبارا من نيسان ابريل المقبل الشركة ستبدأ بتسير ثلاث رحلات اسبوعيا كانت قد اوقفتها قبل سبع سنوات لدواعا اقتصادية خطوة ايرفرونس تعد احدث مؤشر على تحسن العلاقات بين فرنسا وايران بعد خمسة اشهر من الاتفاق النووي بين طهران والدول الست واشارت الشركة الى انها تطمح الى تطوير نفسها في بلد يملك نموا كبيرة تستمر المفاوضات بين الهند وايران حول مشروعا لمد خط انابيب للغاز تحت البحر تفاديا للمرور عبر باكستان بكلفة اربعة مليارات ونصف المليار دولار ويبدأ الخطو المنتظر من ساحل ايران الى ساحل ولاية ججرات الهندية عبر بحر عمان والمحيط الهندي وسينقل نحو 31 مليون ونصف المليون متر مكعب من الغاز الايراني الى الهند كل يوم حكومة اقليم كردستان العلاق مطالبة بتعويضات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار لشركات النفط دانا جاز ونفط الهلال وبرل بيتروليوم وترى هذه الشركات انتهاكا لحقوقها في حقلين نفطيين في الاقليم وقالت دانا جاز في بيان للبوصة ان هيئة تحكيم ستنظر في مطالبها خلال العام المقبل والمتعلقة بحقلي خورمور وجمجال كما ستنظر هيئة التحكيم في دعوة كانت قد رفعتها حكومة كردستان للمطالبة بتعويضات قيمتها 3 مليارات دولار تقريبا مرتبطة بخلافات قانونية شارك رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو في اجتماع لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست المخصصة لبحث خطة الغاز وتصديره نتنياهو سعى الى اقناع اعضاء اللجنة بخطة الغاز الحكومية بالرغم من وجود معارضة لها وكشف عن اتفاق مع الحكومة المصرية لارسال مبعوث خاص الى القاهرة والوصول الى حل للتحدي الحاصل اما عن تركيا فقال نتنياهو ان تصدير الغاز الاسرائيلي يتم الى تركيا وعن طريقها ايضا ابدت الحكومة الكويتية استعداداتها للمضي قدما في اصلاحات مالية منها خفض الدعم على بعض السلع لتعزيز عملتها بحسب مقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الكويت وقال رئيس البعثة ان الاصلاحات تتم تدريجا لضمان عدم تضرر المستحقين للدعم يشار الى ان دول الخليج ومن بينها الكويت تعتمد على ايرادات النفط بالدولار لتمويل الانفاق على القطاع العام لكن هبوط اسعار النفط دفع الحكومات الى اتخاذ اجراءات صعبة للسيطرة على العز المرتفع في الميزانيات الحكومية 49% من السعوديين العاطلين من العمل هم من حملة الشهادات العليا وفق ما اظهر مسح اجرته مصلحة الاحصاء العامة والمعلومات صحيفة الوطن السعودية نشرت هذا المسح الذي كشف ايضا ان الوافدين الاجانب العاطلين من العمل وصل عددهم الى 35500 شخص ويمثلون نحو 5% من اجمالي العاطلين من العمل في السعودية تصر سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تدمير مبقية من مؤسسات انتجية في قطاع غزة فبعد العدوان الاخير وتدمير عدد كبير من المصانع والمعامل لا تزال اسرائيل تمنع استراد المواد الخام والمعدات وقطع الغيار ما يكبد اصحاب المصانع في غزة خسائر جسيمة احمد غانم والتفاصيل من غزة استمرار المنع الاسرائيلي لادخال الاخشاب الى القطاع قد يعرض هذه المنجرة الصغيرة و700 اخرى للاغلاق حجج الاحتلال الامنية تسببت ايضا في منع ادخال 80% من الالات الخاصة بالصناعات المعدنية والغذائية والنتيجة خسائر مادية كبيرة وتسريح مئات العمال اسرائيل منعت دخول الخشب الى حوالي 8 شهور وهذا ادى الى وقوف المحلات لاصحاب المناجر وادى الى وقوف العمال واحنا خشين عفاصل الشتاء وادى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني ايش بدي يكون يعني فيش بضاعة من وين نشتغل نسبة البطالة في القطاع المعدني وصلت ما يعادل 4500 عامل يصرح على العمل اليوم بأسر على صاحب الورشة الصاحب الورشة مش قادر يشغل نفسه ولا أولاده فيش ماكينات فيش مواد خام كيف بدي يشطر اكثر من مئتي صنف من المواد الخام لا تزال على قائبة الممنوعات التي تزداد يوما بعد يوم مخاوف اصحاب المصانع المدمرة تتساعد على الرغم من صرف تعويضات اعمار مصانعهم التي لن تعود الى العمل من دون المواد التي يمنع الاحتلال وادخالها الاحتلال يعني يستمر في منع دخول كثير من مواد الخام الى هذه المصانع وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على العملية التشغلية للمصانع يؤثر بشكل كبير جدا على كمية الانتاج التي تنتجها هذه المصانع يؤثر على عدد العاملين الموجودين داخل هذه المصانع وبالتالي يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير جدا تدمير الاحتلال لألاف المصانع ومنع المواد الخام واغلاق المعابر وعرقلة الحركة التجارية تفرض جميعها بنظر متابعين ايجاد بدائل سريعة تنتشل اقتصاد غزة من قاعد تبعية الاقتصادية للاحتلال ضرب الاقتصاد الفلسطيني هدف اسرائيلي واضح بكل تأكيد هدف يفرض سؤالا هاما عما تستطيع السلطة الفلسطينية فعله ازاء الازمة التي لا تشيء الا بالاسوأ احمد غانم غزة الميادين اعلنت مؤسسة موديز للتصديف الايتماني ان النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في مصر مستقرة مشيرة الى تمتع القطاع بقدر كبير من المرونة والى استفادته من انخفاض اسعار النفط الخام خلال الاشهر الماضية واوضحت موديز ان جميع العوامل المؤثرة في تصديف عمليات الايتمان في مصر تتسم بالاستقرار وصفة القطاع المصرفي المصري بانه من القطاعات الاكثر مرونة في افريقيا وتوقعت موديز نموا في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلاد بنحو 4% في محاولة لرد على العقوبات الروسية الاقتصادية بحق انقرة لوح رئيس الوزراء التركي احمد داودوغلو بفرض عقوبات ممثلة على موسكو اذا اقتضد الضرورة داودوغلو استدرك بالقول ان انقرة لا تزال مستعدة لاجراء محادثات مع موسكو وفرضت روسيا مجموعة من العقوبات على تركيا بعد اسقاطها طائرة سخوي فوق الاراضي السورية كشف ممثل الشركة الدولية للاستشارات الروسية اسلافا مشين ان الشركات الروسية المرشحة للعمل في المنطقة الصناعية في مصر تبحث عن شركاء مصريين واتوقع ان تحتل الاستثمارات الروسية الصدارة في السوق المصرية بعد عامين او ثلاثة عوام وان تتقدم على الاستثمارات البريطانية التي تحتل المرتبة الاولى في البلاد فيما اشار وكيل الشركات الروسية في مصر ياسر ادبيكي الى ان الرئيس الروسي فاديمير بوتن يساند تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر واقامة مشروعات في المنطقة الصناعية ملف تمويل الارهاب وصبل مكافحته محور اجتماعات في بروكسل حيث يناقش وزراء مالية الاتحاد الاوربي سبل وقف القنوات المالية التي تمول الانشطة الارهابية باريس اقترحت اجراءات لتحسين التعاون بين المحققين الماليين عبر الحدود والتمكين من تجميد الاصول الارهابية في انحاء الاتحاد الاوربي وادت سهولة نقل الاموال عبر الحدود الاوربية وانتشار الادوات غير المصرفية الى تعقيد مهمة السلطات الوطنية لتعقب القنوات المالية المشبوهة مع هذا الخبر نأتي الى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة كالعادة المايدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة